الاستراحة لبدر بن هلبي الآن يسعدني أن أصطديف في السينما رويدة الخليدي من المجلس الثقافي البريطاني في اليمن رويدة مرحبا بك في البداية ممكن تخبرنا بعض الشيء عن مسابقة زوم ما هي مسابقة زوم؟ زوم مسابقة تمت في اليمن نظمناها في المجلس الثقافي البريطاني سنة 2010 كمشروع محلي خاص بمكتب اليمن وكان الهدف الرئيسي منها أنه نبدأ ببناية مجتمع لصانعي الأفلام في اليمن لأنه ما في معاهد ما في جامعات ما في هذه الأشياء تقريبا مش موجودة في اليمن واللي يحب يشتغل في الفيلميكينج لازم يسافر بره عشان يدرس يحضر دورات وهذا مكلف كثير بالنسبة لليمانيين يدرس ويشتغل في الخارج لأنه ما فيش أي إنتاج سينمائي في اليمن تقريبا شبه مع دول حدسيني عن معايير اختيار من شاركوا في مصابقة زوم رويدة أول شيء أحب أن أقولك أن المصابقة تمت في مرحلتين المرحلتين تحكموا بنفس المعايير المرحلة الأولى كان فيها عدة مواضيع يختاروا منها الناس اللي يحبوا يدخل المصابقة منها كان موضوع اليمن، التغيير المناخي، السلام والاستقرار والمستقبل فحبينا نشوف رؤية الشباب أو اللي يحبوا يدخلوا مجال صناعة السينما في اليمن رؤيتهم لهذه المواضيع وبعدين تحكمت الأفلام في معايير منها الوضوح وضوح الفيلم أو الصورة قوة سرد القصة، كيف تتبع القصة في الفيلم وأن الفكرة تكون جديدة وفيها إبداع وآخر شيء كان أن يكون فيه دليل على نوع من الإبداع أو قدرة على الإبداع السينمائي قدرة على الإبداع التصوير السينمائي ونقل الفكرة نقل الفكرة عن طريق الصورة رويدة ما لفت نظري أنا شخصيا في فيلم صانع الهدايا هو الطريقة تصوير زرياب لهذا الفيلم ولعبة الإضاءة لماذا؟ زرياب أصلا في الأساس والفريق اللي اشتغل مع مصورين فوتوغرافيين فأعتقد أن زرياب اعتمد على خبرته هو وأخوه أنهم مصورين فوتوغرافيين في نقل الحاسيس عن طريق البناء الصورة تركيبة الصورة وتركيبة الإضاءة بفعلي عنصر يأسر المشاهد من بداية الفيلم ماذا عن الفيلم الثاني الذي شاهدناه رويدة الاستراحة لبدر بن هلابي اللافت فيه هو أن القصة فريدة من نوع قصة هذا الطفل وطريقة سرد معاناته أو مأساته مع مرض الصرع يبدو أنه جيره لصالحه أنا أعتقد أن القصة جاءت على حساب التقنية السينمائية هل هذا الانطباع في محله أمانا خاطئ؟ الفكرة أنا أتشارك معك في الرأي هذه صح فكرة جديدة وأصلا كان الثيم أو الموضوع اللي مفروض يشتغلوا عليه الخمسة صناعة الأفلام هذولا كان اليمن فإنه أخذ موضوع الصرع صرع الطفل وعالجوا بالطريقة هذه ويبين الثقافة اليمنية عن طريق المعالجات المختلفة أو المواقف المختلفة اللي مر في الطفل فهذه كانت يعني شيء مبدأ بالنسبة لبدر أكيد أكيد كفكرة كفكرة أيوة لكن أعتقد بدر عنده أسلوب أصلا في التصوير فكان هذا شيء أنت حتى لو شفت الفيلم اللي قدمه في أول المسابقة في المرحلة الأولى يعني أعتقد أنضاء خاص فيه مثل زرياب روايدة إذا ما تحدثنا عن تفاصيل مسابقة زوم من حيث التمويل من حيث الكاميرات والإضاءة وأجهزة المونتاج كيف أمنتموها؟ حدثيني بعض الشيء عن بعض التفاصيل لأن المشروع كان مشروع محلي مش إقليمي فكانت الميزانية له محددة وهي؟ يعني هي 20 ألف جنيس ترليني هذا يعني يتضمن طبعا تكاليف التدريب تكاليف المدربين تكاليف الأدوات اللي أمننا فيها للصناعة الأفلام وهي كانت أدوات بسيطة ما كانتش يعني بروفاشنال بس إحنا حبينا نعلمهم التقنيات بغير ما يكون الأدوات يعني بري بروفاشنال لأنه في النهاية هي الموهبة اللي تحدد إذا هذا الإنسان ممكن يكون عنده فيجن سينمائي أو لا والهدف الرئيسي أصل من المجلس الثقافي البريطاني أنه بناء الثقة بين الشعوب وبالتالي أتأمن لي هذه البوجيت برغم أنه كانت صغيرة استفدتم منها إلى أكبر قدر ممكن لأنه اضطرنا نسفر الكل للقاهرة بسبب الأوضاع في اليمن فكانت شوية صعب أنه واحد يشتغل مشروع بهذا الكبر بميزانية صغيرة لكن الحمد لله لكن النتائج جائدة جدا أكثر من جيدة أخيرا روادة لمن يريد أن يكرر هذه التجربة من المخرجين أو الشبان أو الشبات الذين يريدون أن يصبحوا من المخرجين في اليمن ماذا تقولين لهم هل لديكم مسابقة جديدة هل لديكم ربما برنامج آخر في المستقبل لتشجيع هؤلاء إن شاء الله هذا الشيء يعني من سنة لسنة بيختلف بحسب الوضع في اليمن بس الهدف الرئيسي كان من المسابقة إنه تكون سنويا بس نتيجة الظروف في اليمن اضطرنا نوقفها للسنتين اللي فاتوا إن شاء الله روايدة الخليدي من المجلس الثقافي البريطاني في اليمن شكرا جزيلا لك نهاية حلقة اليوم من سينما بديلة أذكركم أنه بإمكانكم التواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني العنوان هو alternative.cinema.arabic bbc.co.uk أو عبر صفحتنا على facebook.com forward slash alternative cinema bbc arabic أو التواصل معي أنا شخصيا عبر تويتر التوني الكوري إلى اللقاء